سبق ذلك عقد عبد العاطي وشكري جلسة مباحثات موسعة في الخرطوم مع نظيرهم السودانيين مريم الصادق المهدي وياسر عباس للتباحث حول العلاقات الثنائية وكان الوزيران قد وصل إلى العاصمة السودانية في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين وكذلك التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النخضة